ميليشيات متمردة تهدد البلد بالتشرذم اتهام رسمي صريح لا يقصد به جماعة الحوثي بل الالوية الامنية والعسكرية التي انشئت ودربت ومويلت من قبل الامارات هذا الاتهام يريد في رسالة موجهة من قبل الشرعية الى مجلس الامن والتي كتبت كملاحظات على تقرير فريق الخبراء الصادر في ينائر الماضي اتهمت الحكومة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الامارات بممارسة العنف المسلح لفرض اجندته السياسية متهمة المجلس برفع العلم الجنوبي نافية في الوقت ذاته علاقتها بالانتهاكات الحادثة في مناطق الشرعية مواكدة انها تحدث من جهات متمردة عليها موضحة ان مواقع الاحتجاز خارج القضاء لا تخضع لسلطة المؤسسة الامنية والقضائية في تلميح الى السجون السرية التابعة للامارات نص رسالة الحكومة يؤكد على صوابية ما ذهب اليه تقرير الخبراء المعني باليمن بخصوص وجود قوات عسكرية تعمل بالوكالة لصالح الامارات وقالت الحكومة ان قوات الحزام الامني بعدن ولحج والنخب الحضرمية والشبوانية لا تتبع الشرعية وقد اضحت عائقا امام بسط سلطة الدولة كونها تشكلت بطريقة جهوية ومناطقية واصفة مدير امن عدن بالمتمرد على وزارة الداخلية اتفقت الحكومة في رسالتها مع فريق الخبراء على تورط ايران في انتهاك سيادة اليمن وزعزعة استقراره ودعت مجلس الامن بالتحرك ضد تهديد ميليشيا الحوثي للملاحة البحرية لكن الحكومة اعترضت على الاستنتاج الذي توصل اليه فريق الخبراء من ان اليمن تكاد تكون دولة غير موجودة رافضة الحديثة عن عدم قدرة الرئيس الحكم من الخارج هذه اول مرة تقوم فيها الشرعية بمخاطبة مجلس الامن وتحميل التحالف وخصوصا الامارات مسئولية الانتهاكات التي تحدث في المناطق المحررة مما يشير الى ان الازمة بين الشرعية والتحالف تزداد تعقيدا واتساعا